ما كانش في حد من قبيلة القاي اللي سايبين اراضيهم وحياتهم وهربانين من هجمات المغول وراحين لبلاد جديدة عليهم كم ممكن يتخيل ان القبيلة المستضعفة دي هيبقى ليها شأن كبير في التاريخ وحتى لو تخيالوا ده فمستحيل كانوا يعتقدوا انهم في يوم من الايام هيحكموا العالم الاسلامي كله وهتردخ ليهم البلاد بما فيها الامبراطورية البيزنطية نفسها اللي دخلوا معاهم في حروب طاحنة واسسوا دولة كانت نوتها في الانضول ثم توسعت في اسيا واوروبا وافريقيا واستمرت لمدة تجاوزت الستمائة سنة واصبحت من اكبر واطول الدول السياسية عمرا في التاريخ موعدنا اليوم يا سادة مع بداية سلسلة جديدة وقصة قيام الدولة العثمانية على ايد عثمان بن ارتغرل فازاي بدأت الحكاية بس قبل ما ندخل مع بعض في الموضوع ازاي تبقى من عشاء التاريخ ولسه لحد دلوقتي مش مشترك معانا في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل جرس الاشارات شانتبع معانا كل جديد وانزل بسرعة ضمر زر اللايك وانت راجعك العادة عاوزك تجبرتك وقلمك وتركز معاي في اللي جاي انا عمد الدين وانت دلوقتي على ارض التاريخ تاريخستان القاي العشيرة التي ستحكم العالم الاسلامي قبل ما اكلمك عن عثمان بن ارتغرل موضوع حلقة النهاردة مهم جدا بالنسبالي انك تعرف الفترة اللي وولد فيها كانت حاملة ازاي ولو بشكل سريع جدا وموجز عثمان بن ارتغرل او عثمان الاول هو الابن الثالث لارتغرل غازي واللي بينتمي لعشيرة تركية من قبائل الغز اسمها قبيلة القاي وكانوا من العشائر اللي تأثرت بالزحف المغولي اللي اكتاح العالم الاسلامي الامر اللي اضطرهم في اوائل القرن السادس الهجري واواخر قرن التلتاشر الميلادي الهرب تجاه الانادول واستقروا في منطقة تابعة لسلطانة سلاجقة الروم في الوقت اللي كان فيه علاء الدين كايكوباد هو سلطان هذه الدولة واللي كانت في عهده بتتمتع بازدهار كبير جدا وقوة ضاربة علاء الدين اللي اعجب بارتغرل ارتغرل اللي كان في الوقت ده هو زعيم قبيلة القايي اللي انضموا لدولة سلاجقة الروم واصبحوا تابعين ليها والسلطان علاء الدين اغضق على ارتغرل وقابلته الاموال واقطع ليهم بعض الاراضي لتكون موطن جديد ليهم واللي كان مركزها مدينة سوغوت في شمال غرب الانادول لكن على الرغم ان الاراضي اللي اقطعها السلطان علاء الدين لقابلة القايي جعلها تعتبر امارة حدودية وملاسقة تماما للاراضي البيزنطية الا انها كانت بتتمتع باستقرار رسبي نتيجة لقوة دولة سلاجقة الروم في عهد علاء الدين لغاية ما يحصل حدث يشقلب كل الموازين وهو وفاة السلطان علاء الدين كايكوباد سنة 634 هجريا واللي بعده تدخل دولة سلاجقة الروم في دوامة من الاضطرابات وتزامنت الاضطرابات دي مع حدوث هجمات متتالية من البيزنطيين من جهة والمغول من جهة اخرى وما تفوقش منها الدولة الا على اكتياح المغول لاراضيها وتحصل معركة مهمة تكون هي نقطة البداية للانهيار الكامل لدولة سلاجقة الروم وهي معركة كوسا داف سنة 641 هجريا اللي هزن فيها سلاجقة الروم على ايد باي جونويان احد اشرص قادة المغول المعركة اللي بعدها اصبحت دولة سلاجقة الروم خاضعة بشكل تام ومباشر لدولة المغول الالخانية في ايران الامر اللي جعلها تفقد دورها وتفقد كمان كتير من امتيازاتها كدولة مستقلة لها ثقالها في الانادول فاصبح التركومان التابعين لسلاجقة الروم لقمة سهلة بين قبضة المغول وقدمة البيزنطيين ومعرضين بشكل دائم لهجمات الاتنين الامر اللي جعل القبائل والامارات التركومانية في الانادول تبدأ تفكر في الانفصال عن السلاجقة والاستقلال بانفسهم طمعا في ان تكون احد تلك الامارات هي الامل الجديد للمسلمين في الانادول لكن ازاي في ظل كل الاوضاع دي ممكن حد يفكر في اقامة دولة دا يدوب يفكر كيف ينجب حياته في ظل الاحداث الصعبة دي كلها القاي ما بين طموح الاب وسعي الاب قبل وفاة السلطان علاء الدين كايكوبات تحول ارتغرول من مضرة زعيم لقبيلة هاربة من هجمات المغول الى امير لحدود دولة سلاجقة الروم وفي الفترة دي طموحات ارتغرول العسكرية تبدأ تكبر خصوصا بعد ما زاد شأنه اكتر وفضل ارتغرول كمحافظ او امير للحدود لمدة خمسين سنة ظل خلالها في جهات دائم ضد البيزنطيين واللي من خلال الهجمات دي استطاع توسيع مناطق نفوزه وحكمه ومن اهم المدن اللي ضمها ارتغرول لحكمه كانت اسكي شهر وسغوط وغيرها من المدن لكن سغوط هي المدينة اللي اختارها عشان تكون عاصمة لامارته الحدودية بعدها ياخد لقب اهم وهو لقب غازي تقديرا ليه على فتوحاته وغزواته وبعد وفاة السلطان علاء الدين بدأ ارتغرول يحلم باقامة امارة مستقلة عن السلطانة السلجوقية الضعيفة واللي اصبحت خاضعة للمغول في الوقت ده وحلم ارتغرول بدولة تعيد للمسلمين هبتهم من تاني وتنقذ العالم الاسلامي من حالة الضعف اللي فيه لكن في سنة 680 هجريا يموت ارتغرول وتنتهي حكايته لكن حلمه لم يموت ولو عايز تعرف تفصيل اكتر عن دولة صلاجقة الروم او عن الاطراق قبل قيام الدولة العثمانية او عن ارتغرول على وجه القصوص فانا كنت تناولت الامور دي كلها بالتفصيل في حلقات سابقة هتلاقي الرابط بتاعتها في وصف الحلقة دي المهم ان نموت ارتغرول يتفتح المجال لابن عثمان اللي ظهر على مصرح الاحداث في اواثر حياة ابيه عثمان اللي هيغير شكل وتاريخ المنطقة بل والعالم كله بتأسيسه لأحد اطول الدول السياسية عمرا في التاريخ عثمان ابن ارتغرول او عثمان الاول زعيم عشيرة القاي اللي كتب عليه انه يتولد في اصعب سنة في تاريخ الحضارة الاسلامية يوم سقوط بغداد على ايد المغول سنة 656 هجريا لكن للأسف فطل الطفولته ونشأته ما عندناش معلومات كتير عنها وكل اللي احنا نعرفه انه كان اصغر ابناء ارتغرول سنا وبعد ما مات ارتغرول تولى عثمان الزعامة مكان ابيه وهو عمره 24 سنة لكن جلوسه على كرسي زعامة الامارة لم يكن مفروش بالورود وقابلته مشكلة كبيرة وهي تمرد عمه دندار غازي اللي شاف انه احق بالحكم من ابن اخيه لكن عثمان يقدر يهزمه ويحافظ على حقه في خلافة ابيه ويمشي على خطاف غزوه للاراضي البيزنطية وعلى الجانب الاخر بقى في الفترة دي الدولة البيزنطية نفسها كانت بدأت تضعف وكانت وقتها واقعة بين جبهتين حرب اللي اتنين كان هدفهم واحد وهو اسقاط الدولة البيزنطية الجبهة الاولى كانت جبهة السلاجقة اما الجبهة التانية فكانت الجبهة الاوروبية اللي كان بينهم وبين البيزنطيين خلافات وصراعات مستمرة ورغم بعض المحاولات البيزنطية لعمل اصلاحات ادارية وعسكرية خصوصا في عهد مخايل الثاني واندرونيكوس الثاني لكن الاصلاحات دي كلها كانت مؤقتة وعلى الرغم من الصراع الطويل بين السلاجقة والبيزنطيين الا ان السلاجقة نفسهم بدأت قوتهم هم كمان تتراجع مع غزو المغول وده اللي انا وضحته لك من شوية واللي مذاكر تاريخ كويس عارف ان الدول لما بتعجزه وتضعف بتيجي دول اقوى او تنشأ دولة جديدة تاخد مكانها على طول وهنا بقى ييجي دور عثمان ابن ارتورون اللي كان عارف وشايف نقاط الضعف والقوة عند السلاجقة والبيزنطيين على حد سواء فبدأ يحلم بتأسيس دولة جديدة لا تخضع للمغول ولا تخشى البيزنطيين عشان يكمل الحلم اللي بدأ ابوه ارتورون غازي عثمان ابن ارتورون وحلم قيام الدولة وقيادة الامة عثمان غازي كان محظوظ بمكان تمركزه في مدينة سوغوت اللي اتخذها ابوه ارتورون مركز لامارته الحدودية فارتورون كان عنده بعض نظر في اختيارها لانها مبنية على سهل مرتفع نسبيا فخلت عملية الدفاع عنها ببتمثلش أزمة كبيرة بالنسباله وفي نفس الوقت كانت تعتبر على طريق رئيسي بيوصل بين القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية وبين قنية عاصمة دولة سلاجقة الروم فكانت امارة عثمان في موقع ممتاز بعيد نسبيا عن مناطق غزو المغول وبعيد كمان عن نفوذ الامارات التركمونية القوية في الانادول وفي نفس الوقت موقع قريب من طريق الحرير ومزارعين هربانين من المغول جايين من بلدهم عشان يستوطنوا أرض جديدة في وجود قائد سياسي موهوب وهو عثمان اللي قدر يحول نظام القبيلة البدوي القائم على الترحال لنظام إداري مستقر كل ده بالإضافة للقرب من أراضي بيزنطية لم تفتح بعد وهنا بقى بدأ حلم قيام الدولة يلمع في الأفق والحقيقة أن عثمان كان بيتمتع بصفات خيادية وشخصية تؤهله لكده فعلا أولها أنه كان شجع جدا مقدام محب للجهات في سبيل الله وكمان محبوب بين الناس وقبل ده كله أنه كان مخلص لهذا الدين ولهذه الأمة حارب من أجل إعلاء كلمة الله وبذل وقت وجهد وفكر لرفع الظلم عن المسلمين المسلمين اللي كانوا مستضعفين في تلك الفترة واللي بيعانوا فيها بين وحشية المغول وقهر الصليبيين لكن إزاي عثمان بن أرتغرول هيقدر يأسس دولة بين مطرقة المغول وسندال البيزنطيين ووسط إمارات تركومانية متصرعة في الأندور كل إمارة فيهم بتسعى للسيادة كل ده بقوا أكتر هنتناولوا بالتفصيل في الحلقات القادمة بإذن الله والخلاصة يا صديق العزيز إن الشدائد والمحن هي اللي بتبرز الأبطال وبتبين معدن الرجال وبتخلي وجودهم فارق في تاريخ أي أمة وعثمان يوم ميلاده كان يوم صعب في التاريخ وهو يوم سقوط بغداد ولما بدأ يجبر وينضك فكره كانت دولة صلاجقة الروم دخلت في أسوأ مرحلة ممكن تمر بيها أي دولة وهو طور الضعف والسقوط ولما عثمان أصبح شاب لم يتجاوز الخمسة وعشرين سنة يموت ظهره سنده أبوه أرتغرل اللي زرع في قلبه وعقله حب هذه الأمة وحلم إقامة الدولة كل ده جعل عثمان صلب كالصخر وقوي كالحديد لكن إيه يا ترى اللي مستنيه في الحلقة الجاية ده اللي هنعرفه مع بعض في الجزء الثاني من قصة قيام الدولة العثمانية ومعدنا دلوقتي مع سؤال الحلقة في رأيك إيه أكتر خطر بيهدد إقامة تلك الدولة ويقف حاقة سد أمام حلم عثمان هل الإمارات التركمانية في الأنضول ولا البيزنطيين ولا المغول انتظر إجابتكم بشغف في التعليقات تحت وقبل ما سيبكم أسألكم الدعاء لأهلنا في فلسطين أن ينصرهم الله ويهون عليهم ويثبتهم وفي النهاية كالعادة إزاي تكون من عشاء التاريخ ولسه الحد دلوقتي مش مشترك معنا على أرض التاريخ انزل اشترك بسرعة ودعمنا بلايك وفعل الجرس عشان تبقى دايما معانا في كل جديد وتقدر دلوقتي تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شبهات تاريخ الإسلامي على وجه الخصوص من خلال انتساب القناة والرابط المثبتة في أول تعليق ما تنساش تبص بص على المصادر وشوفكم على خير في الحلقة الجاية على أرض التاريخ تاريخستان السلام عليكم